ضفنا فيه السادسة فضل الرحمن ديفيدز مدر فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي اللي لسه كان طبعا خس اللقب البطولة الكونفيدرالي أمام نهضة بركان بداية طبعا نشكره على مشاركته معنا وعلى ظهوره على شاشة النادي الأهلي في السادسة شكرا لك وأهلا وسهلا بيك على شاشة الأهلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب خليني أبدأ معاك الحقيقة أقولك هارد لك لأنه خسالة طبعا لقب زي لقب الكونفيدرالي بالتأكيد يعني كانت مفاجأة غير صارة بالنسبة لكم في جنوب أفريقيا وتحديدا في أورلاندو بايرتس أعرف ردود الفعل وإزاي شفت المباراة النهائية اللي انتهت لصالح نهضة بركان بركلات الترجيح أعتقد أن الأداء كان رائعا أداء فريقي كان رائعا أعتقد أننا أدرنا المباراة بشكل جيد وأنهينا المباراة بشكل جيد حوالنا كثيرا لدينا بعض الخبرات في كثير من المراكز ولكن لسوء الحظ لم نستطع التفوق لآخر المباراة لقد استطعنا أن نخلق فرصا كبيرة ولكن فريقنا لم يستطع في التغلب في ركلات الترجيح لذلك نقول لنهضة بركان مبارك عليكم فزتم بالمباراة لآخر لحظة فريقي أي نعم سيطر على المباراة سيطر لآخر لحظة لكن في كرة القدم أي شيء ممكن يحدث ولكن في آخر المطاف خسرنا في هذه الليلة بداية خليني أخذ رأيك في فكرة يعني بداية نخليها ساعك على الحضور الجماهيري هل كان فكرة السفر نعرف المباراة لعبت في نيجيريا هل كان فكرة السفر لنيجيريا للعب مباراة نهائي البطولة مباراة طبعا من جولة واحدة كان سهل عليكم كفريق وكان سهل على مشجعي أورلاندو بايرتس أيضا لانتقال لنيجيريا لمتابعة المباراة من داخل الملعب لا لم تكن سهلة تماما على المشجعين الجنوب إفريقيين كان الأمر صعبا خصوصا على مستوى الطيران المحلي في نيجيريا ومدى التواصل بين البلدين الأمر كان صعبا جدا على جمهورنا ولكن من الجهة الأخرى فأنا أحيي الجمهور المحلي في نيجيريا لقد عوضونا لدينا أوليسان دا في فريقنا لعب نيجيري ولعب سابق في أكوا يونايتد النيجيري فهو جعل الأمر سهلا علينا مما جعل الجمهور النيجيري يأتي ليساندنا في هذه المباراة إذا كان لدينا مشجعون في الملعب كان الأمر أفضل بالنسبة لنا ولكن أعتقد أن نسبة الحضور الجمهوري كانت جيدة أو عما في النهائي مع أو ضد فكرة أن المباراة النهائية في بطولات الأندية الأفريقية تقام من جولة واحدة أم أن الأفضل أنها تتلعب من مباراتين زهاب وإياب أعتقد أن على ملعب محايد هي فرصة عادلة ولكن ولكن إذا لعبت المباراة على الذهاب والعودة فإن الفرص تكون أكثر وأكبر للفريق الذي يلعب مباراة العودة ولكن هذه فرصة جيدة ولكن الأمر يجب أن يكون على ملعب محايد الأمر صعب إذا أردت من جماهيرك أن تذهب إلى البلد الآخر بأعداد كبيرة هذه من ضمن عيوب الملعب المحايد ولكن بشكل عام هي أفضل خليني أخذ رأيك في نهائي دوري أبطال أفريقيا المنتظر لتلعب الأسبوع اللي جاي بين الأهلي والوداد رأيك في فكرة استضافة المغرب لنهائي البطولة للعام الثاني على التوالي ورأيك في المواجهة وفرص الفرقتين في تحقيق اللقب لا أستطيع أن أقول إلا إذا كان أورلاندو بايرت هو الذي سيلعب المباراة في المغرب لم أكن لأكون سعيدا بالفعل الأمر صعب جدا لتحظى بميزة المساندة الجماهيرية على أرضك فهذا أمر صعب على فريق الأهلي اللي يواجهه مع الوداد وأمر صعب على جماهيره وبالطبع الكوتش بيتسو موسيماني لديه مهمة صعبة في هذا النهائي ولكن الأهلي متمرس أعتقد أي شيء ممكن أن يحدث ولكن إذا كنت من جماهير الأهلي وإذا كنت مدير فني للأهلي سأكون مستاء جدا لألعب هذه المباراة مع فريق مغربي على أرضه أعتقد أن فريق الوداد لديه الأفضلية في هذا الأمر وليس عادلا بالنسبة للأهلي بالمناسبة أفكرك وأفكر جماهير النادي الأهلي أن أول مباراة تولى فيها بيتسو موسيماني المسئولية مع النادي الأهلي كانت في مواجهة الوداد المغربي في الدور قبل النهائي فمركب محمد الخامس وقدر نجح بيتسو موسيماني في قادة الأهلي تحقيق الفوز ذهابا وإيابا على الوداد ويمكن أنه يكون بشرة خير أسألك على تجربة بيتسو موسيماني وإزاي بتبصّلها في جنوب أفريقيا بعد النجاحات الكبيرة لحقاها مع النادي الأهلي كويتسو موسيماني أظهر قدرة كبيرة للمدربين الأفارقة لتدريب فريق كالنادي الأهلي الذي اعتاد على المدربين الأوروبيين أو المدربين المحليين أعتقد أن هذه فرصة جيدة لرفع طموح المدربين الأفارقة ليس فقط ليدربوا داخل أفريقيا ولكن أعتقد أنهم يجب أن يطمحوا ليكون لهم الإمكانية أن يدربوا فرق كبيرة في شمال أفريقيا وليس هذا فقط وإنما أعتقد أنها ربما تكون فرصة جيدة ليدرب خارج أفريقيا أعتقد أن مهمة المدربين الأوروبيين كانت سهلة قبل ذلك ولكن الآن أستطيع أن أقول بكل سهولة أن هذا الأمر اختلف عما كان في السابق وأعتقد أن الأهلي لديه فرصة ليفوز بالنهاء الثالث على التوالي مع كوتش بيتس موسماني يمكن جنوب أفريقيا بتمتلك عدد من الفرق المميزة منها طبعا أورلندو بايرتز للأهلي واجهه الأهلي يمكن واجه كل الفرق جنوب أفريقيا في بطولات أفريقيا أورلندو بايرتز كايزر تشيفز سانداونز لكن الحقيقة يمكن أخفق كايزر تشيفز في تحقيق لقب السنة النسخة الأخيرة في دولة العبطالة أمام الأهلي أورلندو بايرتز أيضا لم ينجح في التحقيق الكونفيدرالية على الرغم من امتلاك الكرة جنوب أفريقيا العدد كبير جدا من المواهب وأيضا الإمكانيات سواء بنية تحتية أو إمكانيات مادية تتمتع بها الأندية من وجهة نظرك إيه أهم الأسباب في عدم تتويج الفرق في جنوب أفريقيا بالعلقاب القرية حسنا أعتقد أن ما حدث في السنوات الماضية أن تظهر في نهاية دورة أبطال أفريقيا كما فعل كايزر تشيفز وما فعله أيضا مود سيبي مع سنداونز في السابق حينما كان رئيسا للنادي أعتقد أن هذا التطور للأنديال الجنوب أفريقية الأمر كان صعبا في السابق على الأندية الجنوب أفريقية التي تسافر حتى من دولة إلى أخرى ولكن الأمر تغير مع باتريس موتيبي حينما كان رئيسا لنادي سنداونز أظهر الفريق بشكل كبير وبالفعل استطاع سنداونز الفوز بالبطولة في عام 2016 وأعتقد أن المزيد من الفرق الجنوب أفريقيا قادرة على اتباع هذا النهج في المنافسة على البطولات الأفريقية لدينا الملاعب الجيدة لدينا الأندية المجهزة والمؤهلة لصناعة فريق قوي أعتقد أن الفرق الجنوب أفريقيا تستطيع أن تأخذ الأمر بجدية أكثر وتنافس على نهائيات هذه البطولات وليس فقط تنافس وإنما تفوز بها في المستقبل ده خلينا أسألك سؤال الأخير متعلق مع أو ضد فكرة إقامة السوبر ليج بداية من موسم اللوقع ومقبل بين الأندية الأفريقية ليس عندي كل المعلومات اللازمة للحكمة على الأمر ولكن أعتقد أن إذا نظرت إلى ما حدث في نهائي الكونفدرالية أو ما يجهز لنهائي دور الأبطال أعتقد أن الفرق الأفريقية الآن مؤهلة لبطولات أكبر والبطولات المحلية فرلو الرحمن ديفيدز مدرب فريق أولاندو بايرتز أشكرك شكرا جزيلا